تحرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومن خلال مفتشيها على مراقبة مدى وفرة المنتجات وتنوعها وحقيقة التزام المحال للتجارية بتوفير السلع وعرضها على المستهلكين إلى جانب التحقق من سلامة الأنشطة التجارية داخل المحال التي يتم زيارتها وكعادتها وضمن نطاق سياستها ونهج عملها الذي يمارس دور الرقابة والتفتيش على الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية في محافظات المملكة ككل وخصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك أو بمناسبة أخرى تصبح على مشارف المجيء من المؤكد أن تشهد فيها حركة الأسواق تهافتا وتوافدا كبيرا من قبل المستهلكين تمضي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في إدارة التفتيش نحو مواصلة جهودها وتكثيف مساعيها لإجراء العديد من الحملات الرقابية المتزامنة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وخصوصا للأنشطة المتعلقة ببيع المواد الغذائية المختلفة إذ تتابع إدارة التفتيش جولاتها الرقابية بزيارة المحامس والمحال التجاري المعنية ببيع الأعشاب والتوابل والبهارات في سوق المنامة إلى جانب زيارة السوق المركزي وسوق اللحم ومحلات بيع التمور والمكسرات والحلويات بالإضافة للزيارات التفتيشية للمجمعات ومراكز التسوق لتغطية أكبر عدد ممكن من الأنشطة التجارية والتي تعتبر إحدى وجهات المتسوقين قبل حلول الشهر المبارك وذلك من أجل التأكد من وفرة المنتجات وتعددها وتقييم سلامة الأنشطة التجارية فيها وغير بعيد عما تم الإتيان على ذكره سابقا وعبر جلسة مجلس الوزراء الإسبوعية في الرابع عشر من الشهر الجاري وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مكلفا وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى التحقق من وفرة السلع الاستهلاكية الكافية للمواطنين والمقيمين ومواصلة الرقابة على الأسواق لتكون هذه السلع متوازنة من حيث الجودة والسعر وبخاصة في ظل التطورات العالمية ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك خطة رقابية تشدد من خلالها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على ضرورة التزام المحال التجارية بالاشتراطات اللازمة للتخفيضات والعروض الترويجية التي يتم الإعلان عنها والحفاظ على وفرة المنتجات وتنوعها بالشكل الذي ينسجم مع عمل الحكومة في كل عام وخصوصا مع مجيء شهر الخير وما تقوم به من إجراءات تكفل ضمان وجود مخزون استراتيجي وقدرته على الاستجابة لاحتياجات السوق في مختلف المواسم والظروف ضمانا لعدم حدوث تخوف أو تهافت على شراء السلع والمنتجات الغذائية من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر